بسم الله. بعض الأخوة الأفاضل طلبوا أن أقول الكلمة بسيطة لطلبة اللي هي لسة متخرجها حديثا. زي النور بين اللي تم دراسة في الكلية وصوء العمل. بداية نحب أشكر صفحة سيفل انجينيريج دي بارتمنت ف او اي الكس. وأتمنى ان رب نافع في الكلمة ديات. لا لوعي قائلها ولكن قد يكون الحكمة غير الحكيم. بداية يعني نقطة البداية هل هي مشروع التخرج ولا سنة رابعة ولا. في الحقيقة مفروض نقطة البداية تكون قبل ما تدخل للسنوان العامة. بس خلينا نبدأ بان انت خلاص دخلت الكلية اللي انت عايزها. فاول حاجة مفروض تعملها ان انت تسأل الناس اللي هي خلصت الكلية واشتغلت ايه هي المواد اللي انت تركز عليها. وايه هي المواد اللي بش مفيدة بحيس ان انت تعرف المواد اللي هي هتفدك في صور العمل اللي تركز عليها قوي. من غير ما تيمن بيئة المواد برضو تذاكرها وتحاول تجيب فيها تقدير كويس. وتبقى حريص ان انت في كل اجازة في الصيف تنزي تدريب. بحيس ان انت تاخد خبرة كويسة جدا وبالذات لو في شركات لا اسم كبير زي مثلا بقولينا عرب مثلا. الحاجات ده هتفدك اول لما تيجي تخلص كلية وتقدم ما ما يتقفش عودة ان انت ما عندكش خبرة. لان بيحصل مشكلة يقولك ايه ان انا عايز اشتغل في الشركات عايز خبرة. طبما الخبرة لازم اشتغل في شركة فتدخل في دوامة الفرخة الاول ولا تبيضة. فهو علميا الفرخة الاول. فهو مبدئيا كده حاول في كل اجازة في الصيف تنزل تدريب وتاخد خبرة وتسأل براحتك دورة على الناس اللي عندها خبرة وتسألهم مفيش حد بيبخل بمعلومة واللي بيبخل بيبخل على نفسه. وخليك حريس ان انت متفتيش لو اي حاجة متعرفش يقول معرفش. واسأل مفيش مشكلة. وحاول تعرف انت عايز تبقى ايه. بمعنى ممكن تكون انت عايز تبقى دكتور في الجامعة. تمام? يبقى انت هتاخد خطوات غير لو انت عايز تبقى مدير شركة. غير لو انت عايز مهندس تصميم. غير لو انت عايز تبقى مهندس في موقع. كل واحدة مدول لها خطوات معينة. فلو انا محدد الهدف بتاعي هيسهل عليك كتير. طيب انا مسلا حددت حاجة معينة. اسأل احسن واحد في المجال ده نعرفه. يعني مسلا اخترت ان اكون دكتور في الجامعة. اشوف الدكتور في الجامعة ومعيد. اسأله ايه الخطوات عشان اوصل لكده. وهبدأ اخد الخطوات ديت. تمام? يعني مسلا دكتور في الجامعة ده مجال اكاديمي. فهضطر مسلا تدرس ازاي اعمل رسالات. ازاي اقوى نفسي مسلا في طريقة الكتابة. دي هتفيدك اكتر. غير لو انت مسلا هتشغل مدير في الشركة. فهضطر مسلا تركز على جزء بتاع البي امي بي. تركز على جزء بتاع ادارة بتاعت الشركات. تمام? فهتممكن من دين الحيث اللي ممكن تفيدك ان انت تشوف مطالبات الوزيفة. تمام? كل وزيفة بلاها requirement او مطالبات. ممكن تدور عن انت عليها او تدخل على موقع توظيف وتشوف ايه الحاجات اللي بتكرر في الوزيفة ديت. يعني مسلا لو انت مسلا بتدور على وظيفة مهندس معماري مسلا. هتفتح هتلاقي من كرر كتير قوي ان هو كن عارف cd max و rivet. خلاص بانا الاتنين دول هركز عليهم. تمام? فانت خلاص عرفت ايه هدفك فبش هتضيع وقتك في ان انت مسلا تتعلم كذا وتعلم كذا. تعلم حاجات ملاقش لازمة او مش مفيدة اوي. تمام? فانت لو انت عارف هدفك بش هتضيع وقتك. اه اللي انت بتعلم فيه كلية كويس جدا بس تدعو بورا عن اسيات دي. في حاجات تانية لازم تتعلمها زي مسلا السوفت وير مسلا. اللي في حاجات تانية غير كده. بس من ضمن الحاجات برضو موضوع البرامج. في برامج اللي هي العادية اللي احنا متعدين عليها. مسلا في الانشاء الساب والتابس والساف. في المعمارية هتلاقي سريدي ماكس هتلاقي الوتوكاد. هتلاقي مسلا في التكييف مسلا الهاب. حاول تتعلم الحاجات ديت. مستنشن انت لما تخلص كلية وتبدأ تشتغل. تفاجأ ان الحاجات ده مطلوبة فبتبدأ تتعلمها. لا حاول تسكنها وانت شغال. موضوع البيمي برضو. دي سيستم جديد. حاول ان انت تتعلمه. وتعلم البرامج بتاعته. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا صغيرة لما بتروح الموقع متفاجأ بحاجة تاني خالص تمام فمن ضمن برضو الحاجات الكويسة قيمة كل امرين ما يحسن دي كلمة قالها الامام علي بنبي طالب تمام قيمة كل امرين ما يحسن قيمة كل امرين اللي هو تعلمه وعمل به واتقنه الاحسان يضم التلاتة دول كلهم مع بعض تمام فممكن تلاقي واحد تخرج مثلا من خمس سنين واخد تقدير جيد وشغل في شركة وزميله بتخرج في نفس السلام نفس التقدير وشغل في نفس الشركة وده بياخد مثلا خمس تلاف والتاني بياخد مثلا عشرين الف او خمسين الف الفارق بينهم ان ده اطقن حاجة وتميز فيها فاصبح مطلوب واصبح الناس محتاجية فبتديله القيمة بتاعته تمام اا ما تخليش كلية تشغلك عن الدراسة عن العلم المذاكرة تاعت الكولية دي كواسي جدا ما منهملهاش بس بتلاقي حاجات تانية مهمة بتحاول تتعلمها في حاجات اسمها موك اا يعني كورسات تبقى انلاين ببلاش اا زي ازكس وكورسيرا بتدار تتعلم كل حاجة انت عايزها اللي هي موجودة في جامعات اا كندا وامريكا وبريطانيا وبتدار تعلمها ببلاش عن طريق ان انت بس تكون عندك خط انترنت فحاولت تتعلم الحاجات دي هتلاقي على اليوتيوب خش على اليوتيوب وبدل ما تدور على فيلم واللغانية لا اا دور على دروس تعلمية وابدأ طور نفسك تعلم انجليزي تعلم دارة اعمال تعلم بيم تعلم تعلم كل يوم اا طور نفسك كل يوم لازم تقرأ حاجة جديدة كل يوم لازم تبدأ يومك بمعلومة جديدة تعلم معلم يعني لما تتعلم حاجة وفي نيتك انت تعلم حد تلاقي ربنا بوافقك وتعلم حاجة ثانية وثالثة وربعة وربنا يكرمك كده كل ما تعلم حاجة اتعلمها دي دي في جزء اساسي اللي هو بنعتبره 2.5% زكاة العلم وفي جزء انت بتطوع به لان العلم كل ما بتخرجه كل ما بيجي لك اكتر عكسل في الجزء بتخرج جزء بينقص مفروض يعني لأ العلم بتخرج بتزيد بتلاقي المعلومات بتجي لك من حيث لا تدري تمام احتفظ بكل كتب كلية حتى لو راجل بتاع الليب وسوداني قال لك هات هوديك ارتاص لأ يعني السوق ان ان كيمة المعلومات في الكتب دي اغلب كتير من ارتاص الليب في يعني احتفظ بها هتفيدك هتحتاجها في يوم من ايام حاول يبقى معك الكود على طول يعني مثلا لو انت تشغل بكود المصري هتروح المركز القامل بحس الاسكان والبناء هتلاقي كود تقريبا الكتاب 20 جنيه حاجة زي كده ولو معك كان لي طالب هتاخده بسعر نص ساعة يعني حاول حتى تخلي طالب يروح يجيبه لك تاخد نص سعر حاول قدر امكان لو انت تشغل في الخليج برضو يبقى معك كود الاكواد لو انت شاف ان عشرين جنيه دي كتيرة ممكن تجيبها اونلاين ببلاش تمام حاول ان انت طول وقت بتتعلم ما توقفش ما تقولش خلاص انا تخرجت لأ يعني طول وقت تعلم طول الوقت معك وراء قلم وتكتب كل حاجة تعلمها ممكن تقول لا ده معلومة بسيطة لا المعلومة دي ما تهتمتش على الزاكرة لان الحفز شاف هو هتنسيه فلا انت اكتب وبعد فترة كده لما تحتاج معلومة وترجع لها هتلاقي الموضوع اسهل بكتير واي حاجة تعلمها حاول تطبقها في مشروع حتى لو مشروع وهمي حتى مسلا لو هو مطلوب من الكاد وانت عايس يعلم مسلا بيم طبق في المشروع اللي هو كاد دوت وابعته له للمدير بتاعك تمام اا وعلم زمانك في الشغل بحيس ان انت كلك تعلموا نفس الحاجة اا لو انت عند خلاص الخبرة والعلم والحاجات دي كلها ابدأ اكتب بصيرها ذاتية كوية واعمل نموذج للعمل بتاعك بورتفوليو يعني بتجيب ممكن فيه برامج بتعملها وممكن لو انت باش حايز تجيب برامج تعلم برامج جديدة اااا لو انت جبت البوربوينت وبدأت تحط صور للمشاريع اللي انت شغلت عليها وتكتب اسم المشروع وتكتب معلومة بسيطة وتصدرها بدي اف هتلاقي دي ملف بورتفوليو كويس جدا في صور للشغل بتاعك هتلاقي الموضوع ده هيفيدك جدا بتبعث له السيفي وتبعث له البرتفوليو السيفي بيقى فيه مسلا ثلاثة 4 صفح. في ملخص الخبرة بتاعتك. والبرتفوليو ده صور للحيات اللي انت بتقدر تعملها. ممكن تعمله فيديو وتحطه على اليوتيوب وتحط اللينك بحيس اللي عايز يشوفها. ما تكذبش في اي حاجة في السيفي لان هتقفش. الراجل اللي هو بيبص على السيفي عنده خبرة ان هو مجرب بيبص. يعرف سيفي ده صح ولا غلط. حاول يبقى لك شبكة علاقات كويسة. آآ سواء زمانك في العمل سواء اللي شغالين معك في نفس المجال. لان كلا الان كده يعني شغلت في نفس المجالب فمن اقبل بعض. وبلغ واحد مسلا شغلت معمسلا مع عشر سيرين. بقبله النهاردة. فخلي علاقتي الكلية كويسة بالناس. ودي اتمنى ان الكلام البسيط ده ينفع الناس. اقولك اولي ازاي واستغفر الله لي ولكم.